استكمالاً للحديث عن الالتزامات التاجر نتحدث عن الالتزام الثاني من الالتزامات التاجر وهو الالتزام بمسك الدفاتر التجارية وسوف نتحدث عن الالتزام بمسك الدفاتر التجارية من خلال النقاط التالية أهمية مسك الدفاتر التجارية الملتزمون بمسك الدفاتر التجارية أنواع الدفاتر التجارية وانتظام الدفاتر التجارية فنبدأ بالله التوفيق بالحديث عن أهمية الدفاتر التجارية في الحقيقة هناك أربع أهميات لمسك الدفاتر التجارية الأهمية الأولى وهي واحد أنها تعرف التاجر مركزه المالي الحقيقي فمسك الدفاتر التجارية يعين التاجر على معرفة ما له وما عليه من خلال دفتر الجرد في نهاية العام يقوم التاجر بجرد محله التجارية وبجرد مخازنه ويعلم مقدار ما باع به ومقدار البضاعة المتبقية وبهذا يتعرف التاجر على مركزه المالي الحقيقي الأهمية الثانية أن التظام وسلامة الدفاتر التجارية وكونها متواثر فيها الشروط القانونية تجعلها حجة في مواجهة موظف الدخل والزكاة فيستطيع التاجر إذا قام موظف الدخل والزكاة بربط ضريبة عشوائية أو ربط زكاة عشوائية على مثل هذا التاجر أن يحتج في مواجهته بالبيانات التي تم تدوينها في دفتره التجاري بشرط أن يكون هذا الدفتر منتظم ومتوافر فيه الشروط القانونية ثالثا أن الدفاتر التجارية تعتبر وسيلة للإثبات لمصلحة التاجر في مواجهة غيره من التجار الأهمية الرابعة في حالة حدوث إفلاس للتاجر لا قدر الله نستطيع من خلال الدفاتر التجارية معرفة السبب الحقيقي للإفلاس وما إذا كان هذا الإفلاس إفلاسا بسيطا أو إفلاس بالتقصير أو إفلاس بالتدليس أما إذا لم يكن التاجر ماسك لدفاتر تجارية أو ماسك لدفاتر تجارية غير منتظمة فيكون التاجر في هذه الحالة متهم بأنه مفلس بالتقصير أو مفلس بالتدليس النقطة الثانية الملتزمون بمسك الدفاتر التجارية يلتزم بمسك الدفاتر التجارية كل من يكتسب صفة التاجر ويمارس مهنة التجارة سواء كانوا أفراد أو شركات فكل من يمارس التجارة على أرض المملكة يجب عليه مسك الدفاتر التجارية وفقا للقواعد والضوابط التي حددتها المملكة أما الوطنيون الذين يمارسون التجارة خارج المملكة فهؤلاء يخضعوا لقوانين الدول التي يمارسوا عليها التجارة ولا علاقة لهم بمسك الدفاتر التجارية وفقا للضوابط المنصوص عليها في أنظمة المملكة العربية السعودية أنواع الدفاتر التجارية في الحقيقة أن الدفاتر التجارية تنقسم إلى نوعين رئيسيين النوع الأول وهو الدفاتر الإلزامية والنوع الثاني وهو الدفاتر الإختيارية ومن اللفظ ذاته نستطيع أن نتبين ما معنى الدفاتر الإلزامية وما معنى الدفاتر الإختيارية الدفاتر الإلزامية هي التي يجب على التاجر على كل تاجر أن يلتزم بمسكها ولا ترجع إلى اختيار التاجر وهذه الدفاتر سلاسة دفاتر وهي دفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ أما الدفاتر الإختيارية فهي من لفظها يرجع مسكها إلى اختيار التاجر إن رأى أنها تحقق له مصلحة فله أن يمسكها وإن رأى أنها لا تحقق له مصلحة فله أن لا يمسك مثل هذه الدفاتر والدفاتر الإختيارية كثيرة نسكر منها على سبيل المسال دفتر المخزن ودفتر الخزانة أو الصندوق ودفتر التسويدة ودفتر الأوراق التجارية ودفتر المراسلات ودعونا نتحدث عن كل دفتر من هذه الدفاتر بشيء من الإيجاز فمثلا دفتر اليومية الأصلي ما هي البيانات التي يتم تدوينها في دفتر اليومية الأصلي يتم تدوين البيانات التي يتم تدوينها في دفتر اليومية الأصلي هي مصروفات وإرادات التاجر اليومية فيجب على التاجر في دفتر اليومية الأصلي أن يفتح صفحة لكل يوم ويؤيد في هذا اليوم أو في هذه الصفحة كل مصروفاته بما فيها مصروفاته الشخصية هو وأهل بيته وجميع الإرادات التي طرد إليه فيؤيدها في هذه الصفحة ويمكن أن يكون هناك دفاتر يومية مساعدة ودفتر يومية أصلي فمثلا لو أن هناك فرع محل له عدة فروع فيمكن أن يؤيد في دفاتر يومية مساعدة بيانات ثم يعاد صبها في نهاية اليوم في دفتر اليومية الأصلي إلى جانب دفتر اليومية الأصلي يوجد ما يسمى بدفتر الأستاذ فما هي البيانات التي يتم تدوينها في دفتر الأستاذ يتم تدوين البيانات التي يتم تدوينها في دفتر الأستاذ هي نفس البيانات التي تم تدوينها في دفتر اليومية الأصلي لكن بعد تبوي بها وتصنيفها كل بيان مع جنسها بحيث مثلا نأخذ على سبيل المثال أنه يأتي في دفتر الأستاذ ويفتح صفحة خاصة بأجور العمال والموظفين لا يؤيد في هذه الصفحة إلا أجور العمال والموظفين ثم يأتي في صفحة أخرى يؤيد فيها الفواتير التي قام بدفعها فواتير التليفون فواتير الجوال فواتير القهرباء فواتير المياه فواتير الإيجار فلا يؤيد في هذه الصفحة إلا ما يقوم بإنفاقه على الفواتير يأتي في صفحة ثالثة ويؤيد فيها البيانات الخاصة مثلا بصفقة الصين أو صفقة أمريكا أو صفقة الإمارات فلا يؤيد في هذه الصفحة إلا ما يخص هذه الصفقة فقط وهكذا وهكذا جميع البيانات التي سبق وأن دونها في دفتر اليومية الأصلي يعيد تدوينها مرة أخرى لكن بعد تصنيفها وتبويبها كل بيان مع جنسه النوع الثالث من أنواق أو الدفتر الثالث من الدفتر الإلزامية وهو دفتر الجرد فيجب على كل تاجر في نهاية السنة المالية أن يقوم بجرد محلاته والبضاعة الموجودة في محله والموجودة في مخازنه ويثبتها في الدفتر من خلال هذا الدفتر يستطيع التاجر أن يتعرف على مركزه المالي الحقيقي وما إذا كان رابحا أم خاسرا هذا بالنسبة للدفاتر الإلزامية أما بالنسبة للدفاتر الإختيارية فذكرنا منها دفتر المخزن فيجب أن يكون هناك أمين مخزن يقيد كل ما يدخل وكل ما يخرج من المخزن بحيث إذا حدث عجزه في المخزن في أي وقت يعرف من أين أتى هذا العجز ومن متسبب فيه لكن إذا كان التاجر ليس لديه مخزن فهو ليس بحاجة لمسك مثل هذا الدفتر لذلك كان هذا الدفتر من الدفاتر الإختيارية التي يرجع لاختيار التاجر مسكها من عدمه كذلك دفتر الصندوق أو الخزانة وهذا يفيد بالنسبة للعاملين في البنوك والعاملين في شركات الصرافة حيث يؤيدون ما يدخل الخزينة وما يخرج منها بحيث إذا حدث عجز في أي وقت في الصندوق أو في الخزنة يستطيع أن يعرف من أين حدث هذا العجز وما السببه أو من المتسبب فيه كذلك دفتر الأوراق التجارية إذا كان التاجر يتعامل في سداد ديونه واستفاء مستحقاته لتالتقار الآخرين عن طريق الأوراق التجارية فيمكن في هذه الحالة أن يمسك دفترا تجاريا يؤيد فيه الأوراق التجارية التي له أو عليه حتى يكون على أتم استعداد بالوفاء بقيمتها في تواريخ استحقاقها أو يستوفيها من المدينين في تواريخ استحقاقها أيضا أما إذا لم يكن التاجر يتعامل بالأوراق التجارية فلا حاجة له بمسك مثل هذه الدفاتر كذلك دفتر المرسلات يمسك هذا الدفتر من يكون له مرسلات وفاكسات وإرسال خطابات سواء عادية أو مسجلة ومسجلة بعلم الوصول فيؤيد الصادر والورد في هذه المرسلات